اشتركوا في القناة إلى جانب مشاركة نخبة من المكرمين مراكز قرآنية أفلحت في سد رمق المتعطشين لحفظ آيات القرآن الكريم وتجويدها وحسن أدائها عبر برامج دينية وحلقات إيمانية سيرت بإتقان معلمين أكفاء سعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى توفير البيئة المناسبة لهم ليضعوا ما لديهم من خبرات في علوم الكتاب الحكيم بين يدي الدارسين له بالشكل الذي يبشر بتخريج كوكبة متقنة لكتاب الله تعالى ملمة بقواعد تلاوته وتجويده ومقدمة على حفظه وترتيله بالشكل الصحيح تميزت مملكة البحرين برعايتها وحملها لكتاب الله تبارك وتعالى من خلال مواطنيها البحرينيين الذين خطوا خطوات كبيرة مباركة في المسابقات الدولية فحصلوا ونالوا على أعلى المراتب والمراكز المتقدمة بالجوائز في المسابقات الدولية العالمية التكريم هذا العام يشمل قدام العاملين الذين أمضوا 30 سنة و20 سنة و10 سنوات في خدمة القرآن الكريم من خلال عملهم في المراكز وحلقات القرآنية المنتشرة في مختلف مناطق مملكة البحرين كذلك يشمل التكريم المراكز الفائزة في التقييم السنوي والمتميزة والعاملين المتميزين أيضا الذين تقوم إدارة شهر القرآن الكريم بعمل تقييم سنوي مستمر لهم يشمل التكريم أيضا حفاظ القرآن الكريم والحاصلين على شهارة القراءات وكذلك خريجي شهادة علم التجويد جاهدوا واشتهدوا وانصب فكرهم نحو خدمة القرآن الكريم ككتاب إلهي يلوذ إلى مأمنه كل مؤمن بنصوصه التي تعتبر معالم طريق تنجي من طرق المهالك وتفضي إلى مفازة لا يذوق حلاوتها إلا الساعين نحو اقتساب تعاليمه ونشرها ضمن إطار علمي شرعي بحت إنسان لما يعيش في جو القرآن الكريم وفي تعلم القرآن الكريم وتعليمه يجد هذه الحلاوة قد لا يجدها الذي خارج هذه الدائرة لأنك لما تعلم القرآن الكريم أنت تعلم أشرف العلوم تعلم كلام الله عز وجل وهل هناك ما هو أهم من كلام الله عز وجل ما أنت تلقن لغيرك هو كلام الله وليس كلام بشر ولهذا نعيش على القرآن ونموت على القرآن الطالب كلما أنت قدمت لدعم وكلما أنت رغبت إلى القرآن ورعيته خصوصا الوزارة جزاها الله خير بعد ترى بأن تعطيهم إجازة بالنسبة لهم والامتحانات النهائية لأن تدري أولياء المرحل الصين على نتائج أولادهم فالحمد لله هذا التعاون من جمع الأطراف هو سبب في تحقيق هذه النتيجة رسالتنا طبعا توصيل حفظه ورعان كريم إلى كل بيت من بيوت أهل البحرين وهذا الذي نتمنى أن ينتشر والحمد لله الآن تطورنا في المركز إلى تعليم اللغة العربية حتى نحاول نرفع مستوى طلابنا سواء في التعليم أو في المركز في القراءة والكتابة أكثر من 350 مركزا وحلقة قرآنية تشرف عليها إدارة شؤون القرآن الكريم التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كلها نجحت في استقضاب الناشئة من كلا الجنسين للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره حسب العديد من القراءات والروايات الدينية المثبتة نظريا وعلميا إن العناية بكتاب الله أمر جلل فهما وتجويدا وتلاوة ودراية بعلومه وإن المبحر في رسائله الشافية والسائر نحو الإلمام بأحكامه الشرعية الفاصلة يدرك عظم تلك المنزلة التي خصه الله بها ليصبح منارة علم في دنياه ووعد بطوق نجاة له من النار في آخرته وجنة تطوق لرؤيته لتلفزيون البحرين محمد رشيدات